نروح أمام النادي الأهلي مع الزميلة إيمان التوني إيمان إيه الأوضاع عندك دلوقتي قدام النادي الأهلي خير يا دكتور عمر أنا الآن أمام النادي الأهلي بالجزيرة يمكن المشهد خالي خلفي الآن لكن منذ ساعات قليلة كان هناك العشرات نحو خمسين أو أكثر من أعضاء الألترس محتشدين أمام بوابة النادي لكنهم من فضل الآن لكن طبعا المشهد في الشرع المصري بصفة عامة واليوم هو مشهد متأزم للأسف السنة النيران والدخان تصعدت اليوم من أكثر من مبنى ومكان وسط القاهرة عقب النطق بالحكم في قضية مجزرة استاذ بورسعيد أدرمت النيران أولا في نادي شرطة الجزيرة ثم في مبنى الاتحاد المصري للكرة ثم بعد ذلك ومنذ ساعات كانت النيران مشتعلة في مدرسة الدبارة بميدان سيمون بوليفار وقبل قليل أدرمت النيران في أحد المطاعم بميدان طلعت حرب وقام مجهولون بتحصيم عدد من السيارات في المكان نفسه أيضا تم كسر مصورة غاز بالقرب من فندق سمراميس أما قصر النيل ومنطقة قصر النيل فشهدت الاشتباكات مجددا بين الحين والآخر وكانت النتيجة اليوم استشهاد اثنين للأسف أحدهما كان طفل استشهد بطلقات خرطوش في الرأس أما الآخر توفي نتيجة اختناقه بالغاز دكتور عمر أيضا الأسوار الخرصانية التي تطوق منطقة وسط القاهرة زادت اليوم بصور جديد في شارع منصور خلف وزارة الداخلية أما على صعيد تحرك المسؤولين في الشارع فتفقد وزير الداخلية برفقة رئيس خطاع الأمن المركزي الحالة الأمنية في الشارع وأيضا قام النائب العام لنيابات وسط القاهرة على رأس فريق بتفقد أماكن الحرائق والنيران التي اشتعلت اليوم هل في عندك أي أنباء أيمان عن قطع الطريق فوق أكبر أكتوبر؟ أنا سمعت بالفعل النقاط كبري 6 أكتوبر مقطوع لكن طبعا أنا لست على الكبري الآن يعني لكن وصلتني هذه الأنباء طيب هل هناك يعني فيه أنباء بتقول أنه فيه تعليمات بإطفاء جميع لنباط الإنارة في منطقة وسط البلد بالكامل هل لديك أي معلومات عن هذا القرار؟ لا أنا ليس لدي أي معلومات ويمكن المنطقة اللي أنا وقفة عندها الآن عند النادي الأهلي يعني الإضاءة فيها موجودة لم تنقاطع طيب إيمان أكيد وأنت قدام النادي الأهلي أكيد سألتي يعني يقال أن فيه رأيين في داخل الألترس رأي كان بيرى أن الحكم حكم جيد وهناك رأي آخر بيقول أن الحكم لم يكن محققا للأمال وكان مخيبا للأمال يعني أنا عايزة أعرف حجم الاختلاف قد إيه ما بين الرأيين هو الحقيقة هناك يعني حسب ما إحنا استطلعنا المشهد من يرى أن هناك انقساما بين ألترس النادي الأهلي فهناك من هو يعني يرى الحكم مرضيا وخاصة مع توقعات بالأمس هناك كان خشي أو خوف من تأجيل النطق بالحكم أو عدم محاكمة المتورطين من الجهة الأمنية تحديدا من الضباط الشرطة فبعد هذا الحكم ربما راضي به البعض وكان أبرزهم الكبهات أو قادة الألترس والذين حثوا أعضاء الألترس على عدم إثارة أي مظاهر عنف أو شغب أو يعني ما حدث والبعض الآخر كان يعني رافدا أو منتقدا عدم أو تبرئة بعض الضباط الذين لم ينالوا عقابا من وقت نظرهم يعني لكن في الوقت نفسه هناك من يرى أن من يقوم بالتخريب وإشعال النيران هم ليسوا من الألترس وإنما هم ربما يكونوا مجموعات استغلت استغلت التهديدات التي صدرت بالأمس على لسان الألترس والتي كانت عنيفة إلى حد ما فربما هناك من استغل هذه التهديدات واستغل الأحداث وحدث المحاكمة والنطق بالحكم وقام بإثارة الفوضى كما تكررت هذه الأحداث في مصر في الأوين الأخيرة يعني كلما يظهر حدث أو مناسبة أو ذكرى يقوم البعض بإشعال الحرائق وإثارة الفوضى في مصر شكرا للزميلة إيمان التوني من أمام النادي الأهلي نروح السويس معنا الزميل الصحفي الأستاذ سيد نون مدير مكتر صحيفة الشرطة